يجب ابتداء أن لا تعطي السلطات السودانية لهذا الحدث أي أهمية في إطار زعزعة العلاقة ما بين الدولتين وإنما يجب وضع الحلول الأمنية التي تحمي وإنما يجب وضع الحدود الأمنية التي ستساعد في احترام سيادة حكم القانون في الدولتين وعدم توقل مثل هذه الجماعات الإجرامية فيه بالمناسبة هي تشكل أزمة أيضا بالنسبة للسكان في الجانب التشادي لأن هذه الجماعات زي ما قلت في الأول هي تنشأ في المناطق الخفية والبعيدة من السلطات وتعتمد في معاشها على السرقات وعلى أخذ حقوق الناس من الجانبين مثل ما حدث في أول عام 2002 مثلا في أزمة دارفور كانت نتيجة انتشرت مثل هذه الحالات لأن الجماعات الإجرامية حست بتقصير ظل العمل الأمني في دارفور لذلك ظلت على الدوام هي تستثمر في هذا الجانب هو جانب الصراع السياسي وإن عدام الأمن تنشأ هذه الجماعات الإجرامية في محاولة التكسب من عدام السلطة